ما هو مشروع نيوم السعودي؟ وتفاصيل مساهمة مصر فيه بألف كيلو متر من سيناء أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2017 عن مشروع نيوم وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 ووفقاً للإعلان فقد شاركت مصر بألف كيلو متر مربع من أراضيها في جنوب سيناء لتكون جزءاً من مشروع مدينة نيوم السعودية العملاقة التي أعلنت عنها وفي أكتوبر من عام 2017 قد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطة إنشاء منطقة نيوم التي تمتد لأول مرة بين سلاث دول هي السعودية ومصر والأردن باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار وثقع المنطقة شمال غرب المملكة على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متر وتحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر وبحسب ما أعلنه بن سلمان فإن المشروع سيركز على تسع قطاعات استثمارية متخصصة على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025 وطلبت من شركات بناء محلية تشهيد خمسة قصور هناك فضلا عن التفاوض مع سبع شركات سياحية والملاحة السياحية وتهدف إلى بناء موانئ خاصة باليخوت ومن المقرر أن تشارك مصر من خلال تطوير منطقتين شرم الشيخ والغردقة وستكون هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر ستكون جزءا من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار أعلنت مصر والسعودية تأسيسه الأحد وبحسب الرؤية فإن المملكة تستهدف إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم بالإضافة إلى خمسين منتجعا وأربعة مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة